موسيقى موسيقى أسباب كثرة النوم عند النساء بشكل عام كثرة النوم مش محظور بالنساء فيه نساء بيزيبهم فيه الرجال بيصيبهم ما فيه أنه النساء والله بيناموا اكتر من الرجال هي خرعة مش موجودة على ارض الواقع أسباب كثرة النوم بشكل عام تعتمد على الشحس من أهم أسباب كثرة النوم اللي الناس عادة ما بعرفوها وما بدوروا عليها وما بيفكروا فيه هي الإكتئاب الاكتئاب من أهم أسباب كثرة النوم فإذا أنت كتير بتنامي وعندك شعور بالإحباط شعور باليأس حزينة معظم الأوقات تفوت راجع الطبيب تتأكد أن ما عندك اكتئاب كمان من الأعراض الثانية اللي بتسبب التعب وكثرة النوم هي الخمول في الغدة الدرقية لازم تتأكد من الغدة الدرقية تتأكد إنها طبيعية ومش هي اللي عاملتلك شعور بالتعب والإرهاق كمان نقص الدم أو نقص فقر الدم أو نقص الحديد في الدم هذا كمان بعطي شعور بالتعب والإرهاق وكثرة النوم تلاقي هدول الناس بناموا كتير وبتعبوا كتير لأنه عندهم نقص في هاي الفيتامينات أو هذا العوامل المهمة هلأ إذا أنت حامل أو ممكن تكوني حامل وبتحسي بتعب وإرهاق افحصي للحمل لأنه من علامات الحمل في أول أسابيع الحمل هو الإرهاق والتعب وكثرة النوم فإذا أنت في العمر هذا اللي ممكن تكوني فيه حامل ومش عم تستعملي موانع حمل ننصحك أنك تفحصي للحمل بشكل عام زيادة النوم مش خاص بالنساء ممكن النساء وممكن الرجال تأكدي أنه ما عندك خمول في الغد الدرقية تأكدي أنه ما عندك فقر دم تأكدي أنه ما عندك نقص حديد وأنه الفيتامينات عندك طبيعية وإذا كله طبيعي تأكدي أنك مش حامل وإذا كله طبيعي وأنت مش حامل تأكدي أنه ما فيه اكتئاب ومتمنى لكم دائماً السلامة ترجمة نانسي قنقر